الحمد لله نعبده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وصلم وبارك على العبد القائم الصائم وآله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أيها الإخوة المؤمنون إننا نقول للشهر الكريم كما قال أحد أولياء الله الصالحين بقوله يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلاً وسهلاً وترحيباً بلا عدد لازلت ضيفاً كريماً زائراً أبداً مكرماً بقرى الطاعات والسدد عباد الله إن شهر رمضان موسم من مواسم الطاعة وفصل ربيع فيه للقلوب حياة وللنفوس جلوة يقبل على المسلمين كل عام ليكون في مجتمعهم تأثير وفي نفوسهم تأديب وفي مظاهرهم إيقاظ بعد أن ضلوا أحد عشر شهراً وهم سائرون في مسالك الحياة ينالون منها وتنال منهم وتعلقت بهم رواصب وأخلاط فالصيام أيها الإخوة يؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى يعني الوقاية ضد قوى الشر ويعني أيضاً قوة أداء الأمانة فالصيام ثورة نفسية على الأعادات والتقاليد التي تستعبد الإنسان وتستبد به فإذا جاء الصوم منعه من الشهوات والأهواء مدة الثلاثين يوماً وهذا المنع يجعل الإنسان حرًا من سيطرة الأعادات عليه سواء أكان الضار أم نافع فالصوم أيها الإخوة يعلم الإنسان الصبر كما يقوي إرادته فبينما يستطيع الإنسان أن يمد يده ليأكل مما يحب كما يشاء ولكنه يمنع نفسه باختياره وإرادته أن أكل هذا التعام تاعةً لربه ومراقبةً لجلاله فالصوم أيها الإخوة المسلمون يشعر الإنسان بلذعة الجوع ومرارة الحرمان فإذا صادفه في حياته أو مجتمعه من دارت عليه نوائب الزمان فأصيبوا بفقرٍ أو حاجة كان قادراً على تحفهم موقفهم وشعورهم فيدفعهم ذلك إلى إغاثة الضعفة ورعاية المحتاجين كما يشعر الإنسان بروح جماعية هنا يتذكر أن ملايين المؤمنين يصومون معه ويفترون باكي جلدي جنابني سنتي الله نوانجي دلو دي توبل برمبي تيساكن جگلم دي جلنجي ينان تبوتاد بي صلى الله عليه وآله وسلم باكي داملني دفع مكان غمك جوب ذجمال دي توب همگان غو خمني غو فانكلا سوينيو فاوغة وجالكو فاوغة وجالكو جنجي تدوغوغنك بوقي موي سنوانغان جي دي برو كورو سنو آنجي باك نيوم نلنكو تدون موتا باديم أي ти سن نم بند نجل جف لبدالله وخادي مرسولي تشعرر أن يكون لدينا طريق كل موضوع يتزالي لدفع الحديث من يتزالي الجهاز يتزالي لدفع الحديث تزالي نفرح يتزالي ونطبيع يتزالي حتى يتزالي تزالي يتزالي 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 لماذا صحيح أن يكون عندما يكون أعلى وف kicking الأدن وادمشارات تحصل على رأس الناس لذا من يعيش ندع longtemps لاحقا تمر أي حتى ليس هنا فقط سولك جسمية مع القرآن لذاını ارينا أن تحصل على رأس الناس لأننا جيدا تشفت جيس كلمات المتقدمة يمغير الأمور تشفت جاء الأمور واخبير الأمور ولكن الآن تشفت جديدة تشفت جيدة عندما يعتبر فطول في حتى أني Kagame تشفت جديد يجب أن نسачق هذا اليوم من المزيد accreditation يمكنك أن تولى الأشياء المزيدة على كما تفعله فأتفاعنا على كل شيء يمكنك أن تولى الاشياء تولى الاشياء المزيدة تولى الاشياء المزيدة يمكنك أن تكون الأشياء منهم الوصلة الحلالة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ولست مص опыт مع ايما انهم يعمل ذلك وانا قلت ابتهم نعم لأنهم يعملون ثم يعملون ولكن فهرب من العكوم التكريم نعمل اسم سريك فهرب وانا انه يعملون وانجم الظروح انه يجب ما يحلل لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لذلك نحن جمع بشكل وغيري ويقول لك فضل سوف نجال الله سوف يترجم لدينا وتعاون أقدم لتعاون نجزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فهذا هو الصوم الحقيقي الذي يقول فيه تبارك وتعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ويقول في هذا العالم الرباني عبد الله وخريم رسوله ثم سيام فانتبه لم ينحصر في عدم الأكل فقط لا تخترر فالصوم أن يصوم كل عضوي عن كل ما يفضيفة لسهوي أمسك عن النظر للحرام والمسي والسمع مع الكلام وكل فكرة رديجة كما أمسكت عن أكل وشرب علما اللهم اجعل رمضان شاهداً لنا وشفيعاً ولا تجعله جداً علينا اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبارتك اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قسي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقينا عذاب النار ربنا لا تسيق قلوبنا بعد سهريتنا وحب لنا من لنك رحمةً إنك أنت الوحاب نسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا ولكم حسن العمل والقول والفعل ويعيننا على الصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه من النار اللهم صلي على صيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما صبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم